ما تتخيلون لذاذتها تعالوا نشوف طريقتها سهلة جدا اسلقي الاعشاش بهذه الطريقة بعد كذا حمري البصل نجهز حشوتنا ونضيف عليها الدجاج واضيف الثوم واخلي الدجاج يبيض اول ما يبيض يبدأ يستوي اضيف الماشروم واضيف الفلفل بارد ملون نضيف ابهاراتنا وابهار الدجاج استخدامت مجموعة ابهاراتي والذرة واقلبهم نضيف القشطة ومايونيز وجوب انكاسات اضيفه واحار كان بغاى يكون سوسي شوي بعد كذا رح احطه على الاعشاش بعد ما احطها في صينية تدخل الفرن واجهز خلطه واصبها عليها واحط الاجبان طبعا اكيد نحب التمغط الموزاريلا والشيدر اختياري انواع الاجبان ودخليها الفرن وقدميها بالف عافية سلطتنا لذيذة لذاذة الصوص حقها عبارة عن ماسترد ومايونيز وكاتشوب وبينت باتر وسمسم وعصير ليمون وصوية صوص معتدي لخلطهم واتركهم على جنب اخذ التورتيلة وقطعها حسب حجم الصحن حقي واقليها بعد كذا نص الصوص احطه على ببكورن الدجاج واخلطه والنص الثانية احطه على الخضار اللي عبارة عن ملفوف ابيض واحمر وخس وجزر اخلطهم مع بعض واضيف عليها الصوص المتبقي واخلط غيرت الوعاء لانه صغير وبدأت اخلطهم بشكل افضل خلطت كل المكونات الحدمة متسجت نسوي طبقات من التورتيلة مع الخضار مع ببكورن الدجاج سويت طبقتين تقريبا زي ما انتو شايفين حطيت طبقة التورتيلة ثانية وحطيت الخضار وحطيت الببكورن وزينتها بالسمسم وبالبصل الاخضر وقدمتها بالف عافية لذيذة لذاذة مش طبيعية كودو كريس بيرول لذيذ بيكون ادمان انا مش مسؤولة حطي الدجاج كاتشب صويا سوس مايونيز واخلطي هذه المكونات مع بعض ضيفي الملح والفلف الاسود ولا تكتري الملح لان الصويا مالحة واخلطيها وخليها تتبل اطول فترة ممكن انت تخلينها بعد كذا ابدي الان جاهزي سخن الزيت وحطي البصل ضيفي التتبيلة كاملة بعدين ضيفي الفلفل البارد لما يستوي الدجاج وخلي شوي وخلاص صارت جاهزة ضيفي بهارات ايطالية على البقصمات استخدمت البانكو استخدمت عجينة سبرنجرول حطيت الجبن وحطيت الحشوة ولفيتها بهذا الشكل حبيت عجينة سبرنجرول لزقت الاطراف بخليط الدقيق والموعية بعد كذا غمستها في البيض وبقصمات استخدمت البانكو مع البهارات الايطالية طهانكها مرة لذيذة بعد كذا قريتها بالزيت وصارت جاهزة للتقديم بألف عافية صب القفشة من ألذ الحلويات الخليجية لتعمل بشهر رمضان مكوناتها مرة سهلة دقيق أبيض نشا دقيق حمص زبادي هيل وزعفران ماي ورد خميرة وبيكنج باودر بيض ونضيف الحليب والزبدة أو الزيت وأخلط هذه المكونات كلها مع بعض إلى أن أحصل على قوام متجانس يعني قريب جدا من قوام للقيمات أثقل حبة زي ما أنتم شايفين قدامكم نخليها تتخمر 30 إلى 40 دقيقة بعد كذا أفرها من الهواء ممكن تحطينها بالقفشة اللي هي الملعقة أو بيدك أنا فضلت أصبها بيدي عشان يطلع حجمها مني وصغير وحلو هدي الحرارة زيت مايكون غزير وتكون كذا بشكل مسطح وسقيها بالشيرة شيرة مهيلة ومزعفرة وقدميها بألف عافية جدا لذيذة